عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في ابو ظبي اليوم الاربعاء مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان ولي عهد ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تناولت العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين واخر التطورات الاقليمية واكد جلالة الملك خلال المباحثات التي جارت بحضور جلالة الملك راني العبدالله عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة والمستويات المتقدمة التي وصلت إليها في شتى الميادين والحرص على تعزيز العمل والتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما التقى جلالة الملك سمو والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي هذا وزار جلالة هواحة الكرامة ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الإمارات